بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم نكمل مع بعض الجزء الثاني من هذا الشابتر رح نتكلم عن ربليكيشن رح نعمل أنواع أو ميكانزم تستخدم في إدارة البيانات ربليكيشن عبارة عن process of creating an identical أو exact copy of data عملية نسخ أو عمل نسخة طبق الأصل من الداة The exact copy of data is created is called The exact copy of data which is created is called a replica نسميها replica هذا كان الصور عملية الريبليكيشن الناتج عنها بنسمي هذه replica نسمي هذه replica These replicas These replicas must or can be used for recovery and restart operations in the event of data loss ممكن طبعا نستخدم هذه الريبليكي إذا صار في عنا data loss وبدنا يعني نستعيد البيانات الموجودة في storage resource تنقسم الريبليكيشن عملية النسخ تنقسم إلى نوع to classification ممكن تكون الريبليكا local replica أو remote replica يعني كيف يعني مثلا local replica بنكون إحنا في نفس storage array وبننسخ من hard disk لhard disk من storage resource ل storage resource داخل storage array فهي هذي بنسميها local replica من source للtarget هذي بنسميها local replica الremote replication sorry local replication الremote replication بننسخ من مكان لمكان آخر حنستخدم الشبكة في هذا العالم يعني مثلا على سبيل المثال نحن استخدمنا إنه resource كان في هذا storage array والsource التاني كان في storage array تاني هيستخدمنا الشبكة إنه هذا موصولين مع بعض من خلال شبكة أو ممكن يكون في تاني في التالي هنستخدم وهذه العملية بنسميها طيب رحنتكلم عن في هذا الجزء بس قبل ما نبدأ فيهم بنا نتكلم عن وخصائصها إيش أنواع الريبليكا وإيش خصائصها الريبليكا ممكن تكون point in time replica or continuous replica point in time يعني كأنه نحن بنعمل نسخة في وقت محدد وفي زمان في زمان محدد في وقت محدد الساعة أو هذه النسخة تكون يعني identical image من original file يعني مثلا replica of file system created الساعة 4pm on Monday this replica would then be referred to as Monday 4pm point in time copy هذه الكوبي الساعة 4 صارت بنسميها 4pm point in time copy النوع الثاني من replica اللي هو continuous replica اللي هو هذا common replication أو common replica يعني أنه نسخة ضبق الأصغر في جميع الأحوال أي تعديل أو أي شيء يحصل على نسخة original replica لازم تتغير ولازم يكون فيها أو كون فيها change حسب original هذه بسموها continuous replication the data on the replica is synchronized synchronized معناها يعني بتحصل بالتزامن يعني بتعمل نعملها كوبي بالتزامن with the production data طبعا لما نسمع كلمة production data اللي هي data اللي احنا شغلين عليها مثلا نقولك production network أو production server معناها أنه احنا ال data اللي احنا شغلين عليها حاليا اللي موجودة عنا في الشغل وشغلنا عليها هذا يسميها production data أو production server أو production network أقولك ال replica بتكون دائما في عندها في إلها synchronized يعني في عندها حاليا في تزامن ما بينها ما بين production data at all نش نش بس عند نقطة ضمنية محددة the objective of أنه 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 recovery point objective معنات أنه ما فيش داع أنه نحن يكون في عنا recovery من لهذه 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 ما ناخد نفسها زي ما هي نستخدم إذا صار في عنا أي مشكلة في ال original لما قدام حنشوف نحن في backup مثلا نتكلم عن backup backup طبعا تقريبا نفس فكرة point in time replica نحن في وقت معين نعمل backup لما نعمل restore بيكون في recovery product sorry هذه اسمها recovery point objective recovery point objective بتكون near zero بس مش zero بس near zero بس مش zero لأنه في اختلاف ولو بسيط ما بين ال backup والنسخة الأصلية وهذا نفس الشيء في اختلاف بسيط ما بين point in time replica وما بين اللي هو original أو production data ال continuous ما فيش اختلاف لأنه لازم يكون synchronized تمام هذه classification of replica point in time or continuous replica في عنا اللي هو ال characteristics أو ايش اللي بيخلي النسخة هذه نسخة what makes a replica good ايش اللي بيخلي النسخة هذه انها نسخة صحيحة ونسخة جيدة في ثلاث خصائص مهمين خاصية الأولى مثلا بنقول عنها recover recoverability recoverability the replication technology must allow for the restoration of data from the replicas to the production يعني بنقدر احنا نسترجع البيانات من هذه replicas وإلا إذا نسترجع البيانات من هذه replicas بنسميها recoverability يعني ايش الفائدة إذا احنا مقدر نسترجع بيانات من هذه replicas طيب الخاصية التانية اللي هو restartability restartability it should be possible for possible to restart business operation from the replica after failure of source يعني احنا ممكن ننتمد عليها على هذه replicas في انه احنا نعمل restart business operation من replicas هذه بعد ما احنا بعد ما صار في عنا failure تمام يعني هذه recoverability انه احنا نسترجع البيانات طيب بعد ما استرجع البيانات هل بنقدر انه احنا to start a business operation from the replicas after failure source ممكن هل نقدر احنا نعمل restart business operation بعد ما عمل استرجاع لهذه replicas يعني هذه انه نقدر نسترجع البيانات هذه ممكن انه نعمل restart للbusiness بعد ما نسترجع البيانات احنا consistancy طبعا هذا اشي مهم للريبليكا consistent replica ensures that the replica buffer in the compute system is properly captured on the disk when the replicas is created ensuring consistency is the primary requirement for all the replica replication technology consistency معناه انه في تناسق ما بين replica و original data لازم يكون عشان نسمي انه هذه replica good هذه النسخة كويسة لازم يكون في تناسق consistency يعني في انه كل البيانات الموجودة في original موجودة في replica كلها موجودة في replica بنفس الترتيب ونفس النظام ونفس النسق فهذا نسميها consistency طيب الان نيجي لال local replication the local replication is the process of replicating data within the same array or the same data center replication اللي بيصير داخل ال data center أو داخل storage resource أو داخل storage array نستخدم الشبكة نستخدم الشرعوتر عشان ننقل بيانات من storage داخل بيكون الموضوع local replication technologies can be classified on the basis of location where replication is performed طبعا احنا local replication when replication بتحصل في local replication هذه مقسم الى نوعين في القسم الاول host based replication host based replication replication بيصير باستخدام cpu of resource of the compute system by a software that is running on the compute system يعني عملية replication بتتم باستخدام cpu resources of server في server موجود عنا هو اللي بعمل عملية replication من امام في storage array based replication replication is performed by using cpu resources of storage array storage array نفسه هذا بيكون في هذا storage array مثلا هذا storage array نفسه بيكون فيه cpu هو نفسهم بيعمل نسخ بدون ما نستعين بسيرفر خارجي بدون ما نستعين بسيرفر اخر عشان احنا بنسميها storage array based replication الاولى بنسميها host based host based replication لانو replication بتكون مستخدم باستخدام بتتم باستخدام cpu resources of compute system من خلال software معين بنعمل installation على على سيرفر طيب الhost based replication بيعلها نوعين النوع الاول logical volume manager او النوع الثاني file system snapshot logical volume manager based mirroring يعني عشان عشان ما عشان ما منتوهش خلينا نعمل زي رسمة توضحية نعملنا قولنا replication وقسم لنوعين صف local وريموت ضيب الان local في الها local في الها نوعين ال local في الها نوعين وين بتتم عملية هذه وين بتتم عملية او كيف بتتم عملية replication او ام تا وين بتتم عملية ال place where the replication is implemented في ال local replication في حاجة اسمها host based replication او او اللي هو storage array based replication يعني يعني ايش ال host based array replication بيعنا tool او software بنستخدمه في server معين هو اللي بعملنا عملية النسخ هذه طبعا احنا قلنا ال local طبعا ال local تنسخ داخل storage array او من hard disk من storage array من hard disk لhard disk او من مكان داخل ال data center نفسها جو ال data center نستخدم اش با في داع ال infrastructure for المكان اللي هم نستخدم في server عشان نيامل عملية النسخ عشان نيامل عملية النسخ مقسم ل شغلتين مقسم لجزئين الجزء الاول اللي هو ال والجزء التاني اللي هو طيب احنا نتكلم عن LVM تتكلم عن قسم القسمين LVM وال file system snapshot وهنا تتكلم عن logical volume manager في هذا logical volume manager في عنا resource نفسها مثلا احنا بدنا ننسخ بدنا ننسخ على على مجموعة من resources هذه المجموعة من resources بيتم النظر لها من خلال system هذا احنا قلنا host based replication لما نزل software software يشوف هذه المجموعة كلها كجزء واحد فبين بينش بينش هو حاجة اسمها logical volume فاليوزر بيصير لما بدي يكتب او اليوزر بدي عمل replication او لما يصير في نسخ يصير في نسخ من original data يعني مثلا اسم هذا target هذا target هذا source هذا source يعني بدينا عمل النسخ لدأت فيها من هذا source تمام في حاجة بينش هذا السيرفر بينش حاجة اسمها logical volume الآن عملتي النسخ هادي لما بدينا نسخ من هادي النسخ بيتم على اكتر من physical resource على اكتر من physical resource طبعا يوزر بيكون عارف على اكتر من physical resource بيتم النسخ على اكتر من physical resource فهاي يقولك لما في عنا ال data بتنكتب على تنكتب على ال data بتنكتب في وفي بياخد data مثلا بياخد معلومات بياخد بيانات هادي البيانات بدنا ننسخ هادي البيانات بدنا ننسخ فال data هادي تنتسخ السيرفر بنسخ على حاجة اسمها logical volume فهذه application write to logical volume is written to the two physical partitions by lvm device driver هادي ال data اللي بتنكتب على logical volume رح يتم نسخ ها من قبل السيرفر على اللي هو physical volume يعني كأنه هو هذا السيرفر بينشئ logical volume هذا logical volume اللي رح يتم نسخ البيانات اللي احنا او الابليكيشن ال data اللي بتيجي من الابليكيشن وبدنا نجمعها وبدنا ننسخها إن كتب على logical volume هادي بيتم ترحيلها وبيتم نسخها على physical resources تمام الآن اللغة الثانية file system snapshot file system snapshot عبارة عن copy of the data at a specific point time نسخة من البيانات في specific point time however instead of making a full copy of the data it uses pointers to reference to the original data يعني 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 احنا 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 بيصير عندنا target عن source هذا source هذا في بيانات هذه البيانات بنت بنسخها باستخدام file system snapshot ايش اللي بيصير بنسخها مسلا على target هذا بنعمل snapshot بنستخدم file system snapshot بنعمل snapshot snapshot هذه هي عبارة عن copy of data بس هذه copy of data ما فيش فيها data الفعلية هذي كلها مش موجودة فيها فيها زي reference هذي references أو زي بيستخدم زي pointers بيشير على block of data مثلا بدك النسخة هذي بيشير على reference هذا بدك الجزء هذا من data بيشير على reference هذا بدك جزء معين من data بيشير زي زي pointer بيشير على original data instead of making full copy of the data it uses pointers to reference to the original data لما ال snap shot هذي احنا هاي مسلا snap shot هذي احنا بناخدها it doesn't immediately copy all the data instead it just create a point to the original data طب ايش اللي بيصير هاي ال snap shot استخدم عشان نعم النسخ فعلي له ال بيانات داخل لل target استخدم principle مفهوم او مبدأ اسمه copy on the first right ايش هذا المبدأ بقولك هذا المبدأ بقولك if if a right is issued to the production file system for the first time after creating the snapshot the right is held and the original data of production if is moved to the snapshot يعني انشأنا ال snapshot هذا اقول اننا ال snapshot فيها data ال snapshot حاليا فيها data حاليا فيها reference بشير original data طيب انشأنا ال snapshot هادي افرض ان احنا عملنا write عملنا ضفنا بيانات تانية ضفت بيانات على الملف original هذا ايش اللي بيصير هاي البيانات بتنضافش على هذا الملف original بنعملها held يعني زي pause يعني انه بتوقف بتمش يعني بنوقف عملية يعني عملت write قبل ما تتم على هذا بنحط ها على snapshot snapshot في الاول بننسخ بيصير هنا في انه نسخ للبيانات على snapshot بعد ما تخلص بيتم نسخ على original بيصير بيتم نسخ على original data اقول لك if a write is issued to the production file system for the first time after the creation of snapshot بعد the creation of snapshot the write is held بتوقف the write is held عملية النسخ بتوقف او الكتاب بتوقف to the original at the original data of production of file system sorry the write is held and the original data of production file system is moved to the snapshot يعني زي ما قلنا ان احنا مسلا هن snapshot وهي original data او file of the original data افرض انشاء الاسنابشوت هدي بدنا نعمل بدنا نكتب يعني في write process على file المفروض write process تصير على original file صح حينسخ حيكتب هو حيكتب 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 او ال data هدي هتنكتب المفروض طيب الان المفروض هذا انكتب على original data بس ايش اللي بصير هذا السيسم يقول stop وقف هدي وقف ها واكتب هدي ال write على snap shot تمام بعد ما تخلص كتبتها على snap shot اكتب ها على اللي هو original data then the write is allowed to the production fs هاي هي اللي هو snap shot طيب الان النوع التاني او whether الهادي take place احنا قلنا انه local فيه اللي هو lvm وفيها file system snap shot ال storage array based في الها full volume mirroring او pointer based full volume replication ال full volume mirroring احنا ما زلنا في local بدأ ننسخ داخل data center ننسخ داخل data center او داخل storage array full volume mirroring target is a full physical copy of the source device target is attached to the source and data from source is copied to the target يعني بدنا ننسخ احنا يعني هي العملية التقريدية في النسخ يعني احنا مثلا عنا هاي system production host مخز او مشبوك مع source database والtarget المفروض يكون مشبوك مع هذا طيب احنا بدنا نعمل عملية النسخ اول حاجة بنفصل هذا الtarget بنفصل هذه الdatabase من الhost وبنشبك ها مع source target is attached to the source and data from source is copied to the target data تنتسخ من source للtarget target is unavailable while it is attached الtarget هذا بكون unavailable للusers الاخرين اذا المفروض في users بيعملوا access على هذا الtarget بيكون في هذه الحالة في لحظة نحن نعمل copying للdata من source للtarget بيكون unavailable while while is attached target device is as large as the source device طبعا الtarget device لازم نفس حجم الtarget device لازم نفس حجم الsource device هذه العملية في الtarget اللي احنا بدنا نحلل البيانات تبعطهم for testing and restore ممكن نعمل testing او restore هذا الشكل ببين لك اللي هو ما بين الtarget والsource قد نعملية ال full volume mirroring لما يكون اتاجد مع بعض لما يكون اتاجد two devices بيكون طبعا عملية synchronization يعني اي حاجة بتكون هاي بيكون identical copy هاي وهاي بيكون نفس الاشي لما يصير detached او detached لما يكون detached ممكن يكون في تعديل صار على الصور او اضاف على الصور فبالتالي بيكون الصور مش زي الtarget في هذا الجزء من الوقت طيب لما بدنا نعمل resynchronization ما بين الصور والتارget بيكون الصور فيه نفس او ايدنتيكال والتارget او ايدنتيكال او الصور صور طيب هاي الفول volume mirroring source هي عبارة عن النسخ التقليدي ربق التقليدي اللي ما بين two storage resources النوع التاني من storage based replication pointer based full volume replication pointer based full volume replication this method creates full copies of the data similar to full volume mirroring زي النسخ اللي قبل بيعمل full copy but it is more efficient كيف it is more efficient the key difference ما بين هاي العملية او ال pointer based full volume وال full volume اللي قبل وال full copy اللي قبل انو target او copy is immediately available ان هو بعمل full copy هذا ال pointer based full volume replication بعمل full copy زي هذا بعمل full copy ولكن في full volume mirroring هذا بيكون unavailable احنا قلنا ما نفعش نعمل access غير لم يخلص replication تمام في pointer based full volume replication ممكن نعمل اكسي بيكون is immediately available as soon as the replication session starts مجرد ما تبدأ replication ممكن نعمل احنا access can be accessed immediately you don't have to wait for the entire data set to be copied before using the target full volume mirroring requires waiting for the entire synchronization of data between source and target with pointer based replication the system is only copies data when it is accessed or changed making the copy immediately accessible access we will see now the modes or two modes of pointer based replication we have two modes of pointer based replication we have copy on first access we have full copy mode in we will copy on first access we will check the part that was accessed data is only copied when it accessed for the first time until the data is accessed the target uses pointers to the original source data saving time and space in this copy on first access we do pointer in first when we do this target and source the target is on pointers in first pointers of source data but when the user does access on any part of the beyan this is going to point to the target في الفل كوبي مود ده مود اشيات افل كوبي افداد داتا تدارجي ازوان افداد داتا ده مرحب فل كوبي الاتارجي يمكن ان تستخدم اميدياتي بط داتا ترانسفير حيث افداد داتا التارجي ممكن استخدمه اميدياتي ولكن طبعا الفل كوبي لازم تنعمل بس تنعمل in the background في يعني while we are working or while we are accessing the data الفل او الفل كوبي بتكون شغالة تمام هاي بكمثال يعني انه you want to create a full copy of 500 جيجا database for testing purposes ونعمل نعمل full copy من عنا database 500 جيجا نعملها full copy لما نستخدم pointer based replication لما نستخدم pointer based replication هذه اللي نحكي عنها pointer based replication لما نستخدمها the test database اللي هي target is ready for use immediately في كل الحالتين it is ready for use immediately حتى لو انه 500 جيجا ما نسخناها ممكن نشغلها نستخدمها بسرعة ولكن اش الاختلاف الاختلاف إذا استخدمنا COFA copy on first axis mode data is only copied as you axis it so if you only access meet giga of the test database only meet giga will be copied to the target حسب استخدم تم نسخ ولكن في full copy mode the test database is fully copied in the background while you start working on it اعتقد انه الكلام واضح طيب نيجي الاخر شيء الهو اول جزء التاني من الريموت ريplication الريموت اللي بيصير remotely a process of creating and maintaining copies إش هو remote application ابرا process of creating and maintaining copies of data from production site to remote site addresses risks associated with originally driven outages outages يعني ليش احنا محتاجين انه احنا ننسخ من منطقة لمنطقة لانه ممكن يكون منطقة جغرافية هالي مسلا يكون فيها disaster مسلا او يصير فيها اشي او خايفين يصير فيها كوارث طبيعية مسلا او انقطاع في الكهرباء بيكون منطقة هاي كتير احنا بننسخ بنحاول انه نروح منطقة جغرافية تانية وننسخ بياناتنا فيها طبعا network infrastructure is required between source and target فيها لازم يكون فيها network infrastructure البنية البنية الشبكات الموجودة لانه احنا راح نستخدم routers switches firewalls ومشارلاتها لازم يكون فيها لانه شبكة بين target والsource في عنا two modes of remote replication في عنا نوعا من remote replication هي عنا synchronize او asynchronize synchroneous اللي هي في نفس اللحظة اي وما ما يصير تغيير عضو في نفس اللحظة يصير تغيير على وما يصير نسخ علم اللي هو target replika is identical to source at all time near zero الasynchronize asynchronous replica is behind the source by finite time يعني يعني مش شرط يكون انا لما اغير لازم في نفس اللحظة يتغير ممكن يكون في تأخير بسيط ما بين target والsource في synchronize ال synchronize replication offers no data loss but requires requires high speed طلب high speed network لانه في نوع معين في نوع معين من applications يعني او في انواع هنشوف الان لما نشوف الاختلاف ما بين synchronize والasynchronize في تطبيقات معينة منفعش معها التأخير critical applications او critical data فلازم يكون في تناسق لازم يكون في synchronize وإلا بيكون في مشكلة في system فبالتالي يطلب high speed network and can impact the performance طبعا بأثر على performance لانه نحن بدنا high speed network يعني performance of asynchronous replication is better than performance of synchronized replication Asynchronous is less demanding on performance of and network network بأثر 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 كثير على performance and network but may result in minor data loose during disasters ممكن يأثر على minor data loose during disaster ممكن يكون في عنا في فقدان للبيانات minor في حالة انه هو disaster في حالة وجود كوارث خلانشوف الفرقات ما بين synchronized والasynchronous replication timing مثلا نطلع احنا ك timing مثلا synchronicous timing لازم يكون في الريال time instantly synchronized to the data to the replica لازم يكون في الريال time انا اول ما انسخ في الريجين ال data لازم يتم نسخ البيانات يعني حتى اذا عندنا بيانات حجمها كبير مثلا بانسخ اول block من هاي البيانات ل target بنسخ ال target بنسخ هذا ال block لل target مش راح انتقل ال block اللي بعدي الا اذا حصلت على acknowledgement من هاد ال target وصلت على acknowledgement ان انا وصلني هاي النسخ اللي وصلني ال block الاول ساعتها ببعث ال block التاني وهكذا عشان يقول لك انه هادي slow ويؤثر على performance تبع الشبكة لانه انا لما ابعت واستنى ال acknowledgement وبدأ ابعت تاني وبدأ صار فيه لوس بدي ابعت اللي صار فيه لوس فبالتالي بدي استخدم البنجل تبع الشبكة لذلك راح يكون performance قليل او بأثر على performance recovery point objective non near zero near zero يعني انا بدعم recovery objective فيها يعني صفر ما فيش فرق ما بين replica وال original بينما asynchronous لانه احنا مش في نفس اللحظة ممكن انا اذا صار عنا تغيير على هذه الصورس صار تغيير وبعدين ما قدرناش نحصل على صار تغيير مساء على هذه البيانات وبعدين صار فيه مشكلة في هذا system طبعا ال database هذه ملاحكتش تعمل كل البيانات لانها مش real time ملاحكتش تنسخ كل البيانات الجديدة وتحدث البيانات اللي عندها حسب الoriginal بالتالي recovery point objective بيكون finite finite يعني نهائي رقم نهائي يعني مش انه ولكن في رقم في رقم انه انه في مشكلة في تاخد تاخد وقت اما هذه نان زيرو impact on performance حكينا عنها higher since the system waits for the data synchronization before continuing هذه lower since the system doesn't wait for the synchronizing الnetwork requirements احنا بدنا acquire high speed طبعا هادي الاولى هذه الasynchronous تطلب high speed network لانه احنا بدنا بدناش يكون في كتير delay او بدنا محتاجين انه يكون في نفس اللحظة التواصل او يعمل تغيير في نفس اللحظة use case في ايش نستخدم احنا الاسynchronous replication نستخدم في المشن critical system where no data loss is acceptable في الاسynchronous replication suitable for non critical system where some data where small data loss is tolerate يعني في عنا small data loss يعني مقبول يعني انه احنا نفقد بعض البيانات هذا بكون مقبول يعني كيف مثلا نفقد بعض البيانات الان احنا مثلا في عنا recording مثلا recording في عنا فيديوهات data برا عن فيديوهات الفيديو مثلا احنا لما بدنا ننسخه من مكان لمكان احنا ايش المهم في موضوع ايش المهم في الفيديو مثلا انه احنا نفهم عليه صوت وصورة ونقرأ يكون readable يكون high quality الoriginal ممكن يكون high quality صح ولكن في replica او backup hand او replica لما ننسخ احنا الفيديو طبعا احنا لما نقول الفيديو ننسخ عبارة عن frame والframe عبارة عن زي pixels والبيكسل زي برا عن data binary 01 01 01 فهذه البيانات احنا ممكن اذا احنا فقدنا جزء من هذه ايش النتيجة من فقدان جزء من البيانات تحت الفيديو النتيجة اللي هتكون هنفقد جزء من quality تبع الفيديو هيكون مثلا less quality لانه احنا بدل ما يسير عنا مثلا وصلنا مثلا 300 او لا وصلنا مثلا 800 ضرب 600 مثلا بصلنا 720 ضرب 600 فقدنا جزء من البيكسلز هادي فالكواليتي قلت ولكن ما زلنا نحتفظ بقيمة الملف هذا يعني انه هذا الفيديو ممكن نشوف ممكن ناخذ المعلومات اللي احنا بدنا اياها منه المهمة منه ونستنتجها منه ونقرأها عادي او نسمعها عادي او ممكن يكون هذا موضوع بالامج كمان نفس لنفس الشيء اذا بنعمل باك ابل مش لازم كبير فاحنا بدنا نكون نستخدم اللي هو ممكن نفقد بعض البيانات بعض البيانات لما لما تسمع كلمة نفقد بيانات مش معناه ان نفقد مثلا معلومات مهمة ونفقد مثلا data text data لا ممكن نفقد بيانات من هذا القبيل بالتالي انه سوطبل فور non critical systems where small data loss is tolerable وممكن نحن نتقبل موضوع losing data كما قلنا انه quality of the video or quality of the image is less but we can still read it and we can still understand and analyze the image or analyze the video or analyze the data because the resolution is not affecting our the result or the output of our analysis and by example of synchronized replication financial transaction where every change must be captured immediately financial transaction from to asynchronized application website logs where few seconds of data delay is acceptable possible can we have to close to a few seconds is acceptable so it can be an example or use case on الاستخدام اللي هو تمام? اخر سلايد في هذا الشبتر بدنا نتكلم عن اللي هو قلنا احنا بدنا الابليكيشن versus الباكب. ايش الفرق ما بين الابليكيشن والباكب. اه الغرض من الابليكيشن اللي هو داتا بروتكشن اما الغرض من الابليكيشن انه يعني نزود الابليكيشن يعني احنا ما نقول لك مثلا صمم لنا سيستم هاي افيلابيليكون لازم انت تكون في حاجة اسمها اللي هو لازم يكون فيه الابليكيشن. اه تايمينج في العادة الابليكيشن بيكون عملها اسكيجول يعني مجدولة وفي وقت محددة. ولكن الابليكيشن اه لازم يكون لازم يكون كونتينيواصلي. ريال تايم او نير ريال تايم. داتا سينكرونيزيشن في الباكب كان بي ديليت. في الابليكيشن مير زيرو او مينيمال ديلي. في الابليكيشن مش لازم يكون احنا عنا نسخة نفسها في هذه اللحظة ولكن بعد ثواني المهم الهدف ان يكون احنا عنا نسخة كاملة. الهدف يكون عنا نسخة كاملة. سواء النسخة هذه الكاملة بدنا يعرفي اللحظة هاي في نفس اللحظة تكون او بعد ثواني او بعد او بعد ثواني. لتستوريج في الــêtreار تجب أثناء المقارنة نعمل سدي تقوى سدي تقوى نعمل سدي تقوى أنه أهنا مقارنة تقوى يوم الأحد في هذا التاريخ يوجد تقوى يوم الأحد يوجد أثناء ويوجد يوم الأحد يوجد أثناء يوجد هناك مقارنة بينما في الـ Replication Keeps the last copy There is no burgeoning Recovery time طبعاً يكون هذا slower استرجال بين هذا slower ولكن في الـ Replication Immediately Data Retention في long term وهذه في short term ما يعني Data Retention؟ يعني مدة استخدام البيانات يعني احنا مثلاً نعمل باكب للبيانات وبنخليها مخزنة عندنا في الـ Backup Data أو في المكان اللي بنعمله باكب مدة طويلة ولكن الـ Replication احنا محتاجين عشان احنا رح نحتاجها أو نعمل نعمل Replication عشان نسهل عملية الوصول للبيانات للـ Data عشان نزود لازم اليوزر يلاقي بدل ما يعمل Access للنسخة الـ Original هذي بعمل Access للـ Data هذي للـ Replication هذي مش لازم عمل Access للـ Original Data فاحنا بالتالي احنا بدينا نعمل Increase the availability فلازم احنا البيانات تكون تخزينها في short term for current data only for current data only Replication بتكون دائما في current data only اما في الـ Backup بتكون زي للـ Archive data months or years خلصنا هذا الشبط واتمنى ان يكون هذا الموضوع واضح ومقفوم ونتمنى لكم التوكيق والنجاح في الدنيا والآخرة والسلام عليكم ورحمة الله شكرا